بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة نادي الألي في كل مكان أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس ألف 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 مبروك منتخبنا الوطني ووصوله للدور قبل النهائي النهاردة الحقيقة عرفنا يعني إيه منتخب مصر عرفنا يعني إيه رجولة عرفنا يعني إيه إصرار عرفنا يعني إيه إن إحنا كمصريين لما بنحط حاجة في دماغنا نقدر نعمل اللي إحنا عايزينه المباراة سابقة والمباراة دي هو ده منتخبنا الوطني إزاي منتخب مصر يلعب مع كودفوار إزاي منتخب مصر يلعب مع المغرب هو ده الأداء الطبيعي لمنتخبنا الوطني كل اللاعبين ألف ألف مبروك لكل اللاعبين ألف ألف مبروك للجهاز الفني ألف ألف مبروك للشعب المصري بالكامل حاجة جميلة جدا حاجة حلوة جدا منتظرين هذا الأداء بقالنا فترة طويلة جدا عندنا مدير فني على مستوى عالي عندنا لعبين على أعلى مستوى عندنا إدارة لكرة القدم جديدة على أعلى مستوى وبالتالي كل الدنيا بتتضافر قبل كل ده طبعا عندنا جمهور مصري يستحق مية أو مية وخمسة مليون يستحقوا الحقيقة هذه الفرحة اللي احنا بنشوفها زي ما قلت لحضراتكم قبل كده أن كرة القدم توحد الشعب المصري النهاردة لما داخل قناة النادي الأهلي واطلع وأتكلم عن أن أبو جبل هو من وجهة نظري يستحق الحقيقة كل التحية في مباراة اليوم النهاردة الإنقاذ التاريخي اللي عمل أبو جبل النهاردة في هذه المباراة يستحق الحقيقة كل التحية وكل التقدير الشكل والأداء الرائع اللي عمله عمر السلية حاجة جميلة جدا أداء أيمن أشرف على الرغم من أنه هو يعني عمل راكلة الجزاء بمنتهى السزاكة مش ده أيمن أشرف اللي يعمل راكلة الجزاء دي ولكن أداء أيمن أشرف لنهاية المباراة يستحق كل التقدير وكل التحية أحمد فتوح نفس الكلام كل اللاعبين الحقيقة شكرا اشتركوا في القناة